ناس بقى المهتمة شوية بموضوع البنوك ومسألة الدولار برضو الفترة اللي فاتت كان فيه ناس كتير قوي كانت مستنية الخبر ده خليني اقول لكم ان بنوك مصرية رفعت الحدود بتاعتها بتاعت البطاعة الاقتمانية او الكريدت كارد خليني اقول لكم ايه البنوك بالزبط بنك مصر البنك الاهلي والبنك التجاري الدولي رفعوا الحدود بتاعت الكريدت كارد حدود الصرف بتاعت الكريدت كارد بالعملة الاجنبية بالدولار يعني ولنسبة خمسين في المية بمعنى ايه بمعنى ان كانت بمعدل سبعة وتلاتين الف جنيه وبقت لحد ميتين واربعين الف جنيه وده للناس المسافرة برا مصر الناس اللي بتعامل بالدولار والمسافرين برا مصر ممكن يتعاملوا بالكريدت كارد لحد ايه لحد ميتين واربعين الف جنيه وده في حالة المشتريات طبعا بالدولار بس أنا طبعا ما متشجهش حد يجيب بالكريدت عشان ده هدخلك السجن في آخر فتراتك من كتر فوائل اللي أتبع عليك خلييني بقى أقولكو برضو الناس المقيمين في مصر ولكن بيشتروا حاجات معاملتها الدولار أو يعني بيشتروا حاجات بالدولار عامة هتبقى بتتراوح من الكريدت كارد بتاعتهم هتبقى بتتراوح من 7000 ل90000 جنيه بس في نقطة التوضيح هو الكريدت البالنس بتاع الكريدت مش هو اللي ترفعه هو الحد الاقتماني للشراء من الخارج للشراء عموما أو للصرف بالعملة الأجنبية يعني مثلا قبل أول ما الأزمة بتعادية الدولار تحلت في مصر كان الحد الاقتماني يوصل 50 ألف جنيه يعني الكريدت بتاعته يوصل 50 ألف جنيه اللي هو فيما يقارب ألف دولار دلوقتي ده اللي زاد مش البالنس بتاع الكريدت عشان الناس ما تخترتش على العمل لا مش البالنس هي إمكانية إن أنت تشتري يعني السامح أصلا بإن أنت تشتري حاجة من بره أو أنت تتعامل بالدولار عمات لحد 240 ألف جنيه وخليه أقول لكم برضو إن كده يعني عمولة البانك نفسها نزلت من 10% لـ 5% دي حاجة حلوة جدا يعني الأول كان 3% يعني رب ترجع بعد تده رفحك مرة واحدة لـ 10% ودلوقتي نزلت لحد 5% خبر ده الناس كتير قوي كانت نسانية لأن الناس كتير قوي كانت بتشتكين هم مش عارفين يتعاملوا بره مصر بالدولار أو بالعمل النبية وكانوا بيواجهوا يعني صعوبات كتير قوي بس هي عموماً الأزمة في موضوع السفر بره ده تحلت من ساعة من الدولة بتوفر وبقى ما فيه السقصودة يعني هي دي مش هيفرق معهم أول لأن خلاص الموضوع تحل من بابري هي دي ممكن تفرق مع الناس اللي هي مثلاً إيه البنت اللي قاعدة بالها 15 يوم قاعدة على شيء بتجيب كل هي تقريباً بتعمل بتعمل شراء للصبحة كلها البيتش هي بتخش على البيتش بتشرين كلها هي دي اللي هيفرق معهم جداً لأن خلاص الحد دلوقتي يوصل إلى 240 ألف يعني ده فيما يعادله تقريباً 5000 دولار لا، 5000 دولار كتير يعني فيه بناك كتير هتسجن فترة جاية من كتر الديون هنعرف ناس عندنا في الماكة بنا كلهم ممكن يبقوا آية آية ومين تاني آية هتسجن قريب إن شاء الله بتتبساب الديون آية دي برضو نموذج للبنت اللي بتشتري كل حاجة من كريدت عايزين ياريت نصحها آية في كومنتات أنا.. فحسب يعني خطوة إيجابية وفكرة برضو أن تسجل بنقGood 10% إلى 15% دي أنا دي شكلت كبير وحاجة مطمئنة كمان للناس لأن نحن بقى أنه 30 أراه كتيرينonymous وقال دولار رفع دولار نزل وكماً ما كانش بيرفع بالS problemas او بالقروش لا هو كان بيرفع بالمية في المية ومتين في المية ووصل يعني هو أنا من 20 و 21 كان ب15 جنيه دلوقتي هو عامل 48 جنيه فلا هو رفع حبة حلوين واحنا كنا عايشين في رعبة حرفيا لأن الدولار بيرفع فكل حاجة بترفع معاه الحمد لله على كل شيء نوها كاتبالا كومنت نوها كوريتم ما تسيبنا نعمل شوبينج براحتنا يا بجد يعني انتوا عاملوا شوبينج رحكوا بس انتوا يعني البدلة الوحش البدلة الوحشة هتبقى وحشة عليك جدا يا نوها يعني أو الزرقة اللي انت خلاص هي بحكم انهائي فاتي يعني هو بص هو الكريدت دي حاجة حلوة جدا للشخص اللي بيقدر يزبط مشترياته إنما الشخص اللي هو بيعتمد إنه هو ما بيشتري بالكريدت فالحاجة دي ببلاش لأ انت كده أخرتك وحشة هنجيلك بعشرة حلاوة أنا متعودة دائما بالكريدت إن أنا ما بعرفش إن أنا أدفع منها لازم في أول شهر أفعل هو بكل حاجة أنا عمتها بالكريدت عشان ما بيحبش الموضوع لأ أنا أما بيشتري حاجة بالكريدت بقصتها على أقل مدة اللي هي تقريبا ستة شهور وفيه تلت شهور حتى لو هتضغط بجد ما أبحبش حتى لو هتضغط لازم أخلصهم في أقارة بمدة إنه فكرة إن أنا قصت على سنة أو سنتين إنت قريدي أما تيجي حاجة تانية قدامك هتشتري متقصت على سنة أو سنتين فإنت ما تفضل تعمل البروسيس دي على كذا منتج إنت تلاقي مثلا بتفعلك قصت كل شهر عشر تلاف جنيه خمش أرس في جنيه فإنت بتقبق كم خمش أرس في جنيه عشان تعمل كده عشان تعمل كده يا آية حد كيرو بيقول لنا الإخترار بنوك ده يهودي على فكرة هيبقى مؤطعة عشان أبطل أشيل أركانتو أقو الله إحنا مفروض نقطع الفلوس يعني مش عارف ليه الإنسان ليه الإنسان بيصعب الدنيا على نفسه ما لنا ما كن الواحد كان عنده حطة أرض بهمتين بيحلبهم وشوية زرع يأكل بهمتين ويعايش على اللبن والزرع ليه العولمة؟ ليه العولمة؟ أولا بجد والله العظيم أنا عايز لكم حاجة أنا فيه مشهد في دماغي أما كنت نزلت لأيد أما نزلت في الشهر لأيد كده بتمشه لقيت أن في ناس البساطة حلوة يعني أنا بتمنى الواحد يكون ببساطة الناس اللي بتفرح بخروجها مثلاً في الشارع هدنة بخمسين جنيه إنما الواحد طول ما أنت عندك تطلعط طول ما أنت في عذاب اللي أنت عايز توصل نحن أسفين حكومة